البحر الميت بحر مغلق يفصل بين الأردن وفلسطين المحتلة يقصده أهالي البلدين والسياح من العالم للاستجمام في الفنادق والمنتجعات هناك اسمه مرتبط بالعلاجات الطبيعية لأن مياهه شديدة الملوحة ومفيدة كذلك لعلاج بعض الأمراض الجلدية هذه الصورة من الجانب الأردني للبحر الميت ويبدو يسوده الهدوء أما هنا في الجانب الفلسطيني المحتل فيسوده الصخب وحالة طوارئ منذ مساء الأربعاء بعد غرق مستوطنين إسرائيليين في أثناء احتفالهم على شاطئ نيفي مصبار الإعلام الإسرائيلي يتكتم على المعلومات بشأن حادثة الغرق التي وقعت في احتفال الشاطئ هذا في منطقة شمال البحر الميت بعض المعلومات المتداولة تقول أن هناك نحو ألفين مستوطنين مشارك في الحافل من طلاب المدارس الدينية اليهودية من مستوطنة مودعين عليات عمليات البحث عن الناجين استغرقت ساعات طويلة حتى الفجر المعلومات المتداولة تقول أن عددا من الأشخاص استطاعوا السباحة للشاطئ بعد الحادث ثم نقلوا بعد ذلك إلى مستشفيات القدس أما الصور والفيديوهات التي تخص الحادث نادرة لكن هذه المادة جرى تداولها لنشاهد إذن منصات التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الحادث ووصفه الكثيرون بأنه حادث مأساوي أو مغرقة أو رسالة من السماء في ظل ما يحدث من عدوان إسرائيلي على غزة وهذه هناك بعض التعليقات من تفاعل رواد المنصات عن حادثة غرق الإسرائيليين في البحر الميت نبدأ من عند إيمان طوالب ها هي تقول تتولى النكبات والمصائب عليهم من انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية إلى حوادث السير إلى ثورة البحر والقادم أصعب وأمر بإذن الله أما سمى يوسف فتقول اتضح أن البحر الميت حي وابتلع عددا كبيرا من الصهاين أثناء احتفالهم على شاطئه البحر الميت لا يغرق فيه أحد ولكن إن واصله الطفان الذي بدأ في غزة فذلك أمر مختلف أما حساب راجي عفو الله فيقول سبحان الله البحر الميت اللي مش بيغرأ في حد لكثافة الأملاح العالية به بلع مستوطنين انهارت بهم الطربة وهم يحضرون فرح حتى الأرض والبحر كرهنهم هكذا يقول اشتركوا في القناة